بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله واطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه عدنا والعود أحمد إلى رحاب كتاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب العلامة محمد مولود من أحمد فالي العقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهذا الكتاب كنا قد شرعنا في شرحه وتدريسه منذ زمن وفي كل فرصة تتاح لنا في رمضان نتناول منه قصطا بحمد الله عز وجل وبقي علينا قرابة نصفه أو أقل من النصف إن شاء الله ولعلنا نختمه في هذا الشهر بإذن الله وحوله وقوته وبما أن كثيرا من إخواننا لم يشهد معنا هذه المجالس من أولها فلعلي أقدم بمقدمة أضمنها الحديث عن مبادئ هذا العلم الشريف علم السلوك والتزكية لا يخف عليكم أن ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ يحسن بطالب ذلك العلم أن يعرفها حتى يتصور هذا العلم تصورا صحيحا هذه المبادئ مشهورة وحبتنا من طلبة العلم الذين حضروا معنا كثيرا من الدورات يعرفون هذه المبادئ ورعلها قرعت أسماعهم مرارا وتكرارا لكن لا بأس لأن كثيرا من إخواننا ربما لم يحضروا معنا هذه المسائل فالمبادئ أي علم له عشرة مبادئ تعريف هذا العلم موضوع هذا العلم ثمرته وفائدته نسبته إلى غيره من العلوم يعني مكانته من غيره من العلوم يعني محله من غيره من العلوم فضل هذا العلم وشرفه واضعه أول من تكلم فيه أو أول من صنف فيه على جهة الاستقلال اسمه هذا العلم أحيانا العلم الواحد له أسماء كثيرة له أسماء كثيرة استمداد هذا العلم ما هي مادة هذا العلم التي استمد منها ما حكم الشارع في تعلمه ومسائله هذه هي المبادئ العشرة جمعها الإمام أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله مرام فنا فليقدم أولا عفوا هذه أبيات المقر أبيات الصبان إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن درى الجميع هذا الشرف وجمعها الإمام أبو العباس المقري التلمساني رحمه الله جمع هذه المبادئ بقوله مرام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة مستمد أو مستمد منه وحكمه وفضل يعتمد واسم وما أفاد والوسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر فلعلنا نتناول هذه المبادئ العشرة لعلم التزكية لأن التزكية علم يتعلم وتدرس مباحثه وألف فيه العلماء والحاجة ماسة إليه كما سيأتي ومن الخلل من أعظم الخلل الذي دخل على أمتنا عموما وعلى بعض شباب الصحوة اعتقادهم بأن التزكية ليست علما أو أنها شيء ليس من صميم الدين أو شيء يمكن للإنسان أن يحصل له اتفاقا من غير تعلم أو درس وتربية وتأدب بين يدي العلماء والشيوخ وهذا خلل كبير لعلي سأنبه عليه في محله وموضعه بإذن الله سبحانه وتعالى لأننا حين نتكلم عن التزكية فإننا نتكلم عن مقام الإحسان فكما أن علم العقائد وأصول الدين هو شرح وبسط وبيان لمرتبة الإيمان وكما أن علم الفقه الإسلامي هو شرح وبسط وبيان لمرتبة الإسلام فكذلك علم التزكية هو شرح وبسط وبيان وتقريب لمقام الإحسان مقام الإحسان هو أعلى مقام وهو المقصود الأعظم بالإيمان والإسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سيأتينا مزيد كلام في هذا في ثناء حديثنا عن المبادئ العشرة بإذن الله وحوله وقوده أولا الحد أي تعريف علم التزكية تعريف اللغوي فيختلف باختلاف اسم هذا العلم هذا العلم له أسماء ستاتي إذا قلنا إنه علم التزكية فمعروف في اللغة العربية مادة زكا فتدور على معنيين معنى النمو والزيادة زكى الزرع إذا نمى ومعنى التهذيب والتصفية والتنقية زكاه إذا هذبه ونقاه ولهذا المعنى صلة وثيقة صلة وثيقة بالمعنى لاستلاحي بلا شك لأن مدار علم التزكية على التخلية والتحلية على تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل تخلية النفس من الرذائل تطهير وتنقية وتصفية تحليتها بالفضائل لماء وارتقاء في مدارج الكمال أسأل الله تعالى أن يرقينا وإياكم أجمعين وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه أنه ولي ذلك والقادر عليه فالمعنى اللغوي يختلف كما ذكرت باختلاف باختلاف اسم هذا العلم يقولنا السلوك من سلك يسلك والسلوك إلى الله تبارك وتعالى سلك الطريق إذا مشى فيها وخاض فيها وهكذا يقولنا إنه علم التصوف سيأتينا كلام على هذه اللفظة وعلى التحفظ الذي كان لبعض أهل العلم عليها بسبب أنه دخل في هذا الباب من ليس من أهله ولعلنا نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه من أحسن من تكلم عن التصوف وأهله لمن أراد أن يراجع ذلك في مجموعة الفتاوى نعم فأختلف من أين جاءت هذه الكلمة قالوا من أهل الصفة وقيل مشتق من الصوف وقيل من الصفاء تخالف الناس في الصوفية واختلفوا أو تخاصم الناس في الصوفية واختلفوا جهلا وظنوه مشتقا من الصوفية ولست أنحل هذا الاسم غير فتا صافة فصوفية حتى سمي الصوفي لكن هذه الكلمة صارت تثير أشياء كثيرة ونزاعات وخلافات وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح كما سيأتي لأن العبرة كما أقول دائما العبرة بالمضامين عبرة بحقائق الأشياء ومضامينها وليست بشعاراتها وعناوينها يعني لا شك أن هذا الباب باب عظيم من الدين ولا شك أنه وقع فيه شيء من الخطأ والخلل وقع بعض الناس فيه في خطأ وزلل بل تستر به من ليس من أهل الإسلام رأسا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن القوم قال هم كالناس منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله قال على أن فيهم أقواما ليس منهم بل يعني كما تعلمون من أهل الزندقة والكفر والإلحاد والعياذ بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم والعافية لكن لعلنا نبقى مع اللفظة القرآنية وهي محل اتفاق ولا خلاف فيها كما ذكرنا وهي لفظة التزكية والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه لفظة شريفة ولفظة قرآنية فلعلنا ندور في فلكها ونحوم حولها فقلنا هي من زكى الزرع إذا نمى ولا من زكاه إذا نقاه وطهره وصفاه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم وتزكيهم بها وتطهرهم هذا في اللغة أنا خايف نطول شوية لكن دعا لي أختصر نعم هذا في اللغة وأما في الاصطلاح فهذا العلم الشريف ذكروا له تعاريف كثيرة لشرفه وعظيم منزلته ولدقة معنى بل ذكر شيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى أنه قد يصل أن عدد تعريف قد يصل إلى ألفي تعريف ذكروا له نحو من ألفي تعريف لكن على أن نكتفي بعض التعريف وأذكر لكم خلاصتها من ألطف التعريف التي ذكرها العلماء لعلم التزكية أنه الخروج من كل خلق سني عفوا الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني ما أحسن هذا معنى هذا العلم وهذا العلم الشريف هو علم نيعنى بأن يخرج الإنسان من كل خلق دني لقد خل في كل خلق سني وهذا وهذا هذا ما بعده شيء النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الرسالة والنبوة في أنها رسالة خلقية حديث الشهير الذي رواه مالك في موطئه بلاغا ووصله غيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه اختصر الرسالة والنبوة في الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد أحصيت الآيات القرآنية التي جاءت في الأخلاق فتجاوزت ربع القرآن الكريم يعني تجاوزت 1500 آية نقصد بالآيات الأيات التي جاءت في الخلق بالمعنى الخاص يعني معنى المعاملة بين الناس أما الخلق بمعنى العام خلق مع الله تعالى وخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وخلق مع سائر الخلق فالقرآن كله خلق ولذلك لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم لما سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه ولذلك من أعظم بل هو من أعظم المعايير التي يوزن بها تدين الإنسان الأخلاق هذا ليس كلامي هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديث دي رواه الترمذي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام نعم ماذا قال؟ أكمل المؤمنين إيمانا اسمعوا مليح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم فلينظر كلنا إلى نفسه الله يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة أسأل الله تعالى أن يحلينا وإياكم أجمعين بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم الحديث عن الأخلاق يطول على كل حد فقالوا من التعريف قالوا الخروج من كل خلق دني مع الدخول في كل خلق سني ذكروا قالوا علم التزكية هو يعني تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل وذكروا تعريف كثيرة من أحسنها من أحسنها مختاره الإمام أبو العباس أحمد زروق رحمه الله تعالى بأنه صدق التوجه إلى الله عز وجل هذا هو سر حقيقة هذا له تكمن في صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى يكون النسان صادقا في توجهه إلى ربه ومولاه والصدق اجتمل الإخلاص والزيادة المخلص قد يخلص لله تبارك وتعالى ثم قد يصاب بالعجب ويرى لنفسه مزية وتوفيقا وأنه قد أوتيه على علم عنده فيدخله شيء من العجب فينهدم عليه إخلاص لا الصدق مع الله معنى أشمل من ذلك يتناول المعاني الربانية كلها يكون النسان صادقا مع الله ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا اعتقادا وقولا وفعلا قولا وعملا وحالا الصدق مع الله أحيانا قد تقصر العبارة عن شرحه وبسطه وبينه ويكونن سنتناول شيئا منه لما نتكلم المرتبة الصدق واتقدمت الإشارة إليها ولذلك كان أشرف المقامات بعد النبوة مقام الصدقية مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأرضه إذن فالحاصل في هذا أنه من أحسن التعارف أن العلم التزكية في الاصطلاح هو من أحسن التعارف أو من أقربها مما يقربه هو صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى رأكم معايا ولا رأكمش معايا لا أدري الصوت دا مزال أي شيخ مصطفى أهلا وسهلا مرحبا شيخ مصطفى إذا أكدوا لي فقط على الصوت حتى نعلم بأن الصوت مستمر حفظكم الله ورعاكم نعم ثانيا الموضوع ثانيا الموضوع ما موضوع علم التزكية لا يخف عليكم أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي عما يعرض له لذاته شوف مثلا عندك موضوع علم الطب جزاك الله خيرا شيخ مصطفى أحسن الله إليك أيوة قلنا سامحوني تعليقات إذا بقيت نشوفها لأنني أنا أحبكم كثيرا فما نقدرش لازم نتفاعل معكم لا إله إلا الله الباقي بلا زوال نعم قلنا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي عما يعرض له لذاته هذه مسألة مهمة لأن كثير من الناس قد يقرأون هذا في الكتب ولا يفهمونه على وجهه مثلا موضوع المطب ما موضوع المطب قالوا الإنسان من حيث ما يعرض له من صحة أو سقم فموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية عما يعرض له لذاته فالإنسان لأنه إنسان يمرض يصح يكون صحيحا كما يكون سقيم لأنه إنسان بطبيعة كونه إنسانا يصيبه المرض كما يكون صحيحا يصح كما يمرض لأنه إنسان هذه طبيعة الإنسان موضوع علم النحو مثلا الكلمات العربية من أي حيث يا من حيث الإعراب والبناء أي من حيث ما يعرض لآخرها من إعراب أو بناء مثلا ما موضوع علم التصريف اللغة التصريف الكلمة العربية من حيث بنيتها حيث ما يعرض لبنيتها من التغيير ونحوه تغيير بنية لمعنى قصد تصريفنا كجعل جودنا جودة طيب ما موضوع علم التزكية العلماء يقول الموضوع علم التزكية هو النفس البشرية هذا العلم يعنى بتربية النفس النفس البشرية من حيث تطهيرها من الرذائل وتحليتها بالفضائل هذا هو النفس البشرية من أي جهة من حيث تحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل النفس البشرية من حيث تربيتها والارتقاء بها في مدارج الكمال وهذا الذي بعثه هذا مما بعثه إليه أو به الأنبياء والمرسلون كما سيأتينا في فضل هذا العلم كما يشنقولها لكم من خاف أن ننساها لابد أن نعلم أحبتي أن أنبياء الله ورسله لم يبعثوا مبلغين فحسب أو معلمين فحسب بل بعثوا مبلغين يبلغون الوحي يبلغون رسالة الله يعلمون الناس دينهم وشرائع ربهم ويبثون فيهم هدايات الله تبارك وتعالى ويربونهم يعني ما يكتفوش بالتبليغ يبلغوهم ويعلموهم ومبعض يخلهم يضبوا الرسالة لا 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 الأنبياء بعثهم ربين ربه النفوس وزكوها فينبغي أن يكون أهل العلم والدعوة والإصلاح على ذكر من هذا نعم فقالوا موضوع علم التزكية النفس البشرية النفس البشرية من حيث تحليتها بالفضائل وتخليتها من الرذائل وبعضهم يقول موضوع علم التزكية الذات العلية أي الله تبارك وتعالى لأن المقصود بهذا العلم أن يصل العبد إلى الله ومعنى الوصول إلى الله معرفته لا يوجد شيء آخر الوصول إلى الله تعالى أي معرفة الله تبارك وتعالى والتحقق بالقرب منه فمصر أنها النفس البشرية وأن ثمرت هذا العلم الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى والأنس به جل جلاله وأن يكون الإنسان مع الله في كل حال أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم من خيراته وبركاته وأنواره وعطاياه وأفضاله اللهم أخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك المشكلة في هذا العلم أن الإنسان حين يتكلم في هذا العلم قد يظن الناس به خيرا يعني يعني مادم يتكلم في هذا أنا والله يعني يعني إنما أنقول لكم كلاما لا أدعي أنني تحققت به أسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله وكرم لأنه هي ما يكفيش فيها العلم أنك تعرف وتقرأ هذه أشياء تقربك هي فرض وواجب كما سيئتنا لكن ما يكفيش ياك أن تطمع أن تحوزه من دفتر أو نظمنا وأرجوزه كما قال الصلاقستي ما مش ما يكفيش أنك تقرأ تقرأ لتتعلم لتتنور لتتعرف على هذه الحقائق ثم يبقى تبقى أشياء أخرى تحقق حالا والعمل والمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسين هذا هو فما ندرسه الآن من مطارة القلوب هذا لكي يقربنا من هذه المعانى الربانية ومن هذه الأنوار فقط نسأل الله أن يقربنا وإياكم فقالوا بعضهم يقول النفس البشرية وهذا هو الأصوار الذات العليه من حيث معرفتها والقرب منها وهناك تلازم بين هذين المعنيين ولا ينبغى أن يفرض التعارض لأن هذا العلم يعرفك بنفسك ويعرفك بربك سبحانه وتعالى يعرفك بنفسك ويعرفك بربك جل جلاله واذكرنا لكم فيما مضى لعله في الخواطر السانحة كلمة يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه كيفاش يعني عرف ربه يعني أن من الطرق الموصلة إلى معرفة الله ينظر الإنسان لنفسه وإلى عظمة خلق الله سبحانه وتعالى فيه فيتأمل في ضعفه ويحتاج إلى قوة الله تبارك وتعالى فينظر إلى نفسه فيتحقق بأنه فقير ويحتاج إلى أن يستغني بالغني سبحانه وتعالى فهذا الأثر يعني شرحه يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد بعض من من يتكلم في هذه المعاني ليس عنده تمحيص وتحقيق وليس عنده تسنن نقول بعض يعني يروي إلى حديث الضعيف الموضوع وهذا من الأخلال الخطيرة التي دخلت هذا العلم الشريف للأسف الشديد فالمسؤولية عظيمة على أهل السنة وعلى أهل الأثر المتمسكين بغرز السلف أن يعنوا بهذا الجانب علم التزكية يحتاج ما زال إلى الآن يحتاج إلى تهذيب وإلى تحقيق وإلى تقريب للمسلمين على كل حال كانت كتابات نافعة جدا من جمع من أهل العلم وأنا من أحسن ما أرشحه من الكتب كمراجع مختصرة أنا كثيرا ما أسأل عن هذا سمحوني أن نخرج أحيانا على الموضوع لنذكر بعض بعض إخوانا كثيرا ما يسألوني عن كتاب التزكية كثير من كتب التزكية كثير أقول لا تخلو من أشياء للأسف تحتاج إلى تهذيب فمن أحسن ما كتب في هذا الباب موعظة المؤمنين من إحياء علم الدين للعلامة الأثري المحدث المفسر جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى رحمة الله كتاب النافع أنصحوا أن يكون في بيت كل مسلم وأنصحكم بقراءة مقدمة على الأقل فقد ذكر كلاما حسنا عن كتاب الإحياء وأنه لا يصلح لجميع الناس بل فيه مواضع حذر منها العلماء ولا يحسن بكل أحد لنطلع عليها نرجع إلى ما كنا فيه قلنا الحد والموضوع نعم ثم الثمرة ما ثمرة هذا العلم ما فائدته ثماره عظيمة وجليلة ولو مضينا في هذا المجلس كله نعد فضائل هذا العلم أو فوائده وعوائده وثماره لم كان ذلك قليلا عليه لكن لعلنا نختصر ذلك في كلمتين ثمرة علم التزكية ترقيق القلوب والوصول إلى معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى وليس بعد هذا مطلب فثمرة هذا العلم تزكية النفس أنك حين تتعلم هذا العلم تتطهر نفسك ويتنور قلبك وتكون هذه النفس كما أراد الله تبارك وتعالى لا أقول تكون كاملة تكون قريبة مما أراده الله تبارك وتعالى مدامت تجهد فثمرت هذا العلم تطهير القلوب والوصول إلى معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى المعرفة هذه لا تحصل مرة واحدة نبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء بعض الناس عندهم حساسية من كلمة المعرفة كلمة المعرفة جاية في السنة ما فيهاش ما فيها بس قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة تعرف إلى الله في الرخاء ترك في معاملة مع الله في كل مرة تزداد معرفة قلنا لكم فيما مضى يفطرق المعرفة الكبار عياننا ومثالنا وآثار فأولون أبطله الجبار إذ قال لا تدركه الأبصار والثاني منعه أتى في النقلي بأنه ليس له من مثله لم يبقى بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيء آثار قدرته الوحي الكتاب المصطور وهو الوحي الكتاب المنظور وهو هذا الكون ثم الكتاب كتاب العلاقة بينك وبين الله تنظر فيما منك إليه وما منه إليك سبحانه وتعالى تأمل في أفعال الله هذا يعرفك بله فعلم التزكي يقفك على هذه المعاني الشريفة كيف يتناول أمراض القلوب بالتفصيل كل مرض تناول أسبابه وما يحمل عليه وكيفية التخلص منه هذا العلم يعلمك كيف تتحقق بمكارم الأخلاق يعني مثلا دائما يحذرون الناس مثلا نسمع الحديث عن الحسد وأنه حرام ولا يجوز صحيح بلا شك بل هو من الكبائر طيب لكن قل من الناس من يعلم الناس كيف كيف يتخلصون من دائي الحسد هنا مربط الفرس لا شك الرياء حرام لكن كيف أدفع عن نفس الرياء العجب آفة عظيمة وخطيرة وتهلك العبد وهو حرام وفيه نص الشرعية واضحة لكن كيف ما السبيل للتخلص من هذا هذا الشأن هذا العلم شوف يقفك على الدقائق أنا هذه الأشياء تكلمت عنها بالتفصيل في الشطر الأول من المطهرة لأن نظيم رحمه الله تعالى تناولها تناولاً بديعاً تناول أمراض القلوب ما سمه الغزالي بالمهلكات ثم يذكر المقامات نحن يعني في هذه المجالس نبدأ من مبحث الخواطر ثم المقامات نطلب الهداية نحن نقرأ هذه الأشياء لعل الله ينور قلوبنا لعل الله يصلحنا يعني نحرص على هذا لتزكية نفوسنا الشاهد إخواني قلنا ماذا قلنا فائدة هذا العلم تطهير القلوب تطهير القلوب والوصول إلى معرفة علام الغيوب سبحانه وتعالى تقول ابن زكري رحمه الله تعرفه ابن زكري أحد كبار علماء الجزائر تلميذ الشيخ بن زغو عالم كبير إن شاء الله ربي استرنا فرصة نقرأه التاريخ إن شاء الله بإذن الله صلا يردنا إلى مساجدنا وإلى حلاق علمنا ومجالس ذكرنا تتكلم عن تاريخ وعن علماء البلاد ابن زكري إمام عظيم من كبار فقهاء المالكية ومن علماء هذه الأرض المباركة من علماء المسان له نظم طويل يعني في العقائد وضمنه مساء الكثير يقول ابن زكري عن هذا العلم علم به تصفية البواطن بهذا العلم تصفي باطنك لأنه يقفك على السبيل الذي يعينك بإذن الله تعالى على أن تتخلص من هذه الأفات ثم يعرفك بالمقامات التي ترتقي بك كل ذلك على جهة التفصيل والتدقيق والتسهيل والتقريب في التناول يقول هو علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في مواطن به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص وهو واجب على المكلف حصوله يكون بالمعرف الشيخ من أعظم ما يعين على هذا أن يرزق الإنسان شيخا عالما عاملا أثريا تمسكا بالسنة على رسم الشريعة الظاهر هذا من أعظم ما يوفق له الإنسان فهذا أنا ما زلت أزعم الاختصار لكن يظهر أني ما زلت أطيله قليلا لعلنا نسرع قليلا نعم قلنا الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة ما نسبته إلى غيره من العلوم شوف إذا نظرنا إلى هذا العلم من حيث المعلومات والمعارف يعني من حيث التأليف ما أولف في هذا العلم فنسبته إلى غيره من العلوم التباين هو علم مستقل بذاته علم مستقل بذاته صار علما مستقلا بذاته له تصانيفه ومؤلفاته واصطلاحاته أما إذا نظرنا من حيث معناه وثمرته وما يجب على المكلف وما يجب على المكلف فيه فهو كلي للعلوم كلها كما قال الشيخ زروق رحمة الله عليه نسبته إلى غيره من العلوم أنه كالروح لها من الجسد علاش لأنه لا يصح علم ولا عمل إلا بصدق التوكل على الله لا يصح لا يصح يعني لا يكمل علم ولا عمل إلا بصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى وعلى هذا فيكون كليا للعلوم كلها واضح هذا أنا أحاول أن أقرب ما استطعت ونسبة وفضله فضل هذا العلم الله أكبر فضله أنت كلمساعدة وردنا أن نسرد الآيات والأحاديث الواردة في شأن تزكية النفوس وترقيق القلوب لكن لعلي أسرد لكم بعضا منها على جهة الإيجاز والاختصار يكفي هذا العلم فضلا وشرفا أن أنبياء الله ورسله بعثوا مربين مزكين للنفوس قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أنبياءه ورسله لم يبعثوا مبلغين فحسب ولم يبعثوا معلمين فحسب للأسف كثير من الناس بعض الدعاة أو بعض من يشتغلوا بدعوة الناس يتعامل في هذا الباب كأنه دين يتخلص منه إن عليك إلى البلغ يبلغ ولا يبالي ولا في بعض الأحيان قولك طيب نعلمهم ولا يبالي بمن يعلمه لا هي أساس تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى طريق الأنبياء والمرسلين تقوم على هذه الأركان البلاغ تبليغ الوحي تعليم بيان تعليم الوحي شرحا وبسطا وتقريبا ثم تربية هذه النفوس وتزكيتها وهذا مما يقضي صحباه معالجاه لمن أرد أن يكون ربانيا على رسم الأنبياء والمرسلين جعلني الله وإياكم منهم جعلني الله وإياكم منهم ورحبوا بجميع أحبابنا وإخواننا ومشايخنا الذين شرفونا في هذا اللقاء رفع الله ذكركم وقدركم وأداما نفع بكم وشكر الله لكم تواضعكم أنا والله في الحقيقة لا أقول هذا تواضع لا أرى نفسي أهلا يعني بعض الشيوخ أنا نشوف حضروا معنا جزاهم الله هذا تواضع منهم نحن في الحقيقة هذه الأشياء نفعلها عادة في المسجد مع سائل المسلمين مع عموم المسلمين من أمثالنا نتدارس أشياء لكن يسر الله فرصة فأتسع الأمر ولله الحمد مننا الحمد لله هنا ما كنت أظن ما شاء الله يعني أن التواصل من خلال هذه الوسائل يكون له هذا الأثار والتفاعل ما شاء الله لا قوة إلا بالله أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يمن علينا بالوصول آمين اللهم آمين قلنا احتل أطيل عليكم فتملوا مني قلنا الشرف نعم من شرف هذا العلم أن أنبياء الله ورسله بعثوا لتزكية النفوس وتربيتها كما ذكرنا في الآية الكريمة تلوا عليهم وآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل ولا في ضلال مبين وفي بعض السياقات قدمت قدم العلم على على التزكية وهذا فيه نكت يطول شرحها وذكرها نعم من أدلة شرف هذا العلم وفضله أن آيات الأخلاق كما أشرت في ممضى التي في تزكية النفس وفي حسن المعاملة تتجاوز يعني قلنا في معاملة النفس تتجاوز ربع القرآن أما إذا قلنا أما إذا أردنا بالآيات التي أو ما يتناول الخلق بالمعنى العام قلنا القرآن كله خلق كله خلق كان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزيدكم شيئا آخر أن أطول قسم في القرآن وهذا شيء عجيب لمن تأمله وتدبره ونور الله بصرته فوقفه على حقيقته الله سبحانه وتعالى أودع في كتابه أقساما مختلفة الله تعالى يقسم بما شاء والشمس والضحى والقامر إذا تلا والضحى والليل إذا سجى آية كثيرة فيها القسم نون والقلم وما يسطرون الله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لا يسأل عن ما يفعله مسألون العلماء بيّنوا أنك متى ما رأيت قسما في الذكر الحكيم فإن ذلك يدل على أمرين جليلين عظيمين ما هما عظمة القسم وجوابه أي عظمة الشيء المقسم به واضح يعرفوا اللغة قسم المقسم به عظمة المقسم به وعظمة المقسم عليه يعني أن الله تعالى إذا أقسم وهو العظيم جل جلاله فإنه لا يقسم إلا بعظيم كما أنه سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على عظيم تبه العظيم لا يعني بشيء حقير العظيم جل جلاله ما معاني العظمة معاني العظيم أن كل شيء يتضائل أمام عظمته وليس من شأن العظيم أن يعني بشيء أخير حتى إذا كان حقيرا فهو لقصور نظر الناظر هو لقصور نظر الناظر أما من أمعن النظر ونور الله سبحانه وتعالى منه البصيرة والبصر أعرف بأنه عظيم تعرفوا جميعا لما أقسم الله سبحانه وتعالى بالذباب أو البعوض فاستغرب هذا عداء الله من المشركين واليهود فبين الحق سبحانه وتعالى أما فيه سر وكشف العلم الحديث فيها أسرار عظيمة الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أكثر منها ولا أدنى منها على خلف تفسير إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إلى الخارجين عن طاعة رب العالمين إلى المعاندين أي الأخرى أي الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقضوه منه ضعف الطالب والمطلوب يجيك جاهل يقول كيف تتكلم عن الذباب نعم هنا سر العظمة قد كشف العلم الحديث أن ما يأخذه الذباب يتحلل في رمش العين ولا يمكن للإنسان أن يستنقذه مرة أخرى إذن ذكرناها توسعا بركة متى ما أقسم الله تبارك وتعالى بالشيء فإن ذلك يدل على عظمة القسم وجوابه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم كما أنه لا يقسم إلا على عظيم سبحانه وتعالى لأنه العظيم في علياء ويفتح الأكباب تتأمل في أسرار القسم كتب فيه العلماء خاصة المناسبات التي بين القسم وجوابه شيء عجيب عجب عجب كتب فيه علماء تفسير ما رأيكم إذا أخبرتكم أن أطول قسم في القرآن أطول قسم في القرآن جاء على قضية تزكية النفس على قضية تزكية النفس وكأن المقصود الأكبر هو أنت أيها الإنسان أن يتطهر قلبك وأن يتنور فؤادك وأن تزداد قربا من الله تعالى هذا هو سر التكليف ذكرت هذا مرارا سر التكليف القرب من الله لأنه على قدر القرب من الله تعالى هنا يكون القرب منه هناك جل جلاله ولا سبيل إلى هذا التقرب على الوجه الأكمل إلا بمعرفة الله فكان أول واجب على الإنسان أن يوحد الله ويعرفه وعلى قدر معرفة الله على قدر معرفة الله تكون محبته وعلى قدر محبته تكون طاعته على قدر المعرفة تكمل المحبة وعلى قدر كمال المحبة تحصل الطاعة ويجد الإنسان من نفسه إقبالا على الله تبارك وتعالى وشوقا إليه وحياء منه دائما نذكر الأبيات أحد الشيخي رب من عرفه أحبه وفاز عبد قد أحب ربه أطاع ذا الرب واتقاه والرب أحببته صدقا لن تملك إلا أن تحبه بل أن تذوب من محبته جل جلاله والحياء منه وشهد فضله وعطاه ورب من عرفه أحبه وإذا أحببته فهنيئا لك هذا النور المبين في قلبك هذا النور العظيم وفاز عبد قد أحب ربه الله يجعلنا وإياكم من الفائزين وفاز عبد قد أحب ربه ومن أحب ربه ولي يموفق للمحبة كان محبا صدقا كان حب الكذبين يدعون أحوال لا لا المحبة من أحب الله صدقا ومن أحب الله حقا لزم باب طاعته صدقا ومن أحب ربه أطاع أهل محبة صدقا إلى الاجتهاد إلى مجهدة النفس على قد الوسع والطاقة ومن أحب ربه أطاع ذا الرب واتقاه ما استطاع إيه إلي يبذل ما استطاع في رضا ربه وموله بل يتفانى أحيانا يضحي بالغالي والنفس المهم أن يرضى عنه ربه وموله دائما نذكر القصة تأثر فيها بزاف القصة إليه بنجاح شيك رضي الله عنه المجدع يقول المجدع جزء من الغزوات وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أضعته الثويبة يحضروا معنا السيرة جمعة السيرة أراكم هنا إن شاء الله يقول ربها رحمة الله عليه وارضعت ثويبة المجدع وحمزة ليث العرين لشجع ثم أبا سلمة وارضعت ثويبة المجدع وحمزة ليث العرين لشجع ثم أبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد عماد الدين بدره الأغرأ بالفتوح نور الإسلام عمر رضي الله عن الجميع عبد الله مجحش تعرف هو سأل الله تبارك وتعالى أن يسلط الله عليه في غزوة من الغزوات رجلا عظيم كفره ويقول اللهم أني أسألك أن يسلط عليه رجلا يعني عظيم كفره فيجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ثم آتيك يوم القيامة فتقول لي في ماذاك يا عبد الله فأقول في سبيلك يا رب الله أشوف لا إله إلا الله فأقول في سبيلك يا رب فعلموا إن شاء الله ربي علمنا معلم أنفسنا هذه المعاني تفانيك تفعل شيء إنما تفعله لله شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه حسنا نتكلم عن الصدق والصديقية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضه لما كان يكثر من عتق الرقاب كان جاءتقى الرقاب القوية يعتقى الضعفة والمساكين وهذوك المنكسرين الذين لا يلتفت إليهم ولا يحفلوا بهم ولا تتعلق النفوس بهم يعني إن تدقوا لنا عتقوا بلك يعاوني إنما الولاء لمن أعتق يصروا لك ولا كان يعتقى الضعفة فجاءه أبوه شوف جاءه أبوه والد أبي بكر الصديق قال له يا بني شوف يذكر الصديق قاله يا بني إني أراك إني أراك تعتق رقابا ضعافا إنك تعتق ناسا ضعافا يعني أنك تعتق ناس إلا أنك أعتقت آخرين تستقوي بهم ماذا قال الصديق شوف كلام عجيب قال له قال يا أبتي إنما أفعل ما أفعل لله عز وجل الله أكبر قالوا إنما أفعل ما أفعل لله عز وجل شاء في القرآن وما لأحد الناس تكلموا قال لك لعله أعتق بلالا لأنه كانت له يدها قال الله وما لأحد عنده من نعمة تفزا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله أكبر الله يتكلم عن أبي بكر وعن رضاه يقول له ولا سوف يرضى اللهم أرضنا يا أرحم الرحمن أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعنكم أجمعين أمين اللهم أمين فقلنا أطول قسم جاء على قضية التزكية حتى يعلم الناس في سورة الشمس أقسم الله سبحانه وتعالى أحد عشر قسما وكثرة الأقسام تدل على عوامة جواب القسم ما الشيء الذي أقسم الله تبارك وتعالى عليه في كتابه أطول قسم حسبوا معي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس العشرة نزيد وحداش القسم الأخير وما سواها أي والذي سواها الله أكبر ونفس وما سواها فألهامها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها هذه الخلاصة جواب القسم ما هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها اللهم ازكي نفوسنا وطهرها يا أرحم الرحيم فهذا من أعظم الأدلة على شرف هذا العلم وعظيم منزلته من الأدلة كذلك ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان خليل الله إبراهيم من بيان أن النجاة يوم القيامة إنما إنما نجاة يوم القيامة إنما هي على قدر سلامة القلوب وطهارتها ماذا قال إبراهيم عليه السلام قال وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ هذا الذي سينفعك يوم القيامة يوم لا ينفع مالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سليم من الشرك نعم سليم من كل ما يناقض التوحيد سليم من الآفات سليم من الأمراض سليم من العلل والأسقام الحقب والحسب والبغض والرياء والعجب وحب الرئاسة والعلوف لا يكون الأمراض يوم لا ينفع مالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا القلب السليم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن خير الناس لما سئل عن خير الناس حديث عند ابن ماجا سئل النبي صلى الله عن خير الناس فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان هذا بيان محمدي ليس قول فلان أو علان هذا كلام رب العالمين وحي من رب العالمين على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم من هو خير الناس؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب قال عليه الصلاة والسلام هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد الله أكبر نفس زكية نفس طائرة قال ماذا قال؟ قال التقي النقي آه تقي وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطل بذا تنال فكانت الأقسام حتما أرمعه وهي لسه لك سبل منفع فالتقي التقى لكن مع نقاء التقى في الظاهر مع الصفائن في البعض إذ لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد نعم فهذا علم عظيم وجليل فتدلنا عليه هذه الأدلة التي ذكرنا بعضها وهناك أدلة أخرى ومن ذلك حديث الذي في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم أنا رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام يا أخي وحتى ذهب معه عبد الله بن عمر بن عاص الحديث من رأية أنس فصاحبه فلم يرى كبير الشيء حتى سأله في الأخير يعني عن عمله قال هو أما رأيت ثم نبهه عن السر الذي أوصله فقال غير أني لا أبيت وأنا أجد في نفسي على أحد من المسلمين الله أكبر هنا هذا هو السر طهارة القلوب وصخاء النفوس ومحبة الخير للناس للعالمين أجمعين هذا مقام السيد المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميع الخلق وذلك قالوا لن يكتمل إيمانك حتى تحب الخير للخلائف أجمعين رحمة به وتعظيما لخالقه سبحانه وتحب الخير والهداية للناس أجمعين يقول أحد العلماء يا من تقاعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع الحد والموضوع ثم الثمر هو نسبة وفضله وفضله هذا ما يتعلق بفضله ونسبة وفضله والواضع على كل حال واضع والله تحدد الواضع من العسر بمكان لأن العلماء عادة يقصدون بالواضع أول من صنف في الفن على جهة الاستقلال أو تكلم فيه على كل حال أول من برز في هذا الباب وكان على طريقة السلف وتمسكا بالكتاب والسنة الإمام الجليل العظيم أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى والذي كان يقول طريقنا هذه مسدودة يعني كان يقول يتكلم أن طريقة هذه مقيدة بالكتاب والسنة يعني هذا المشرب هذا الباب الشريف العظيم هو مقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء آخر أنه بعد ذلك كثر الضلال والانحراف كما تعلمون سأل الله سلامة وعافية وكان يقول إنه لا تعرض للنكتة من نكت القوم نكتة أحيانا إنسان يفتح الله على عبده بنكتة في فهم القرآن في تفسير شيء معين قال فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة طريقة الهاتف ضعفة ما كنتش نعرف أنه إذا طالت ضعفة نعم والاسم قال وش قال؟ الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وغضله والواضع والاسم الاسم قلنا أسماء كثيرة من أسمائه علم التزكية علم السلوك والتربية علم التصوف اشتهر بهذا الاسم وهذا اللفظ كما ذكرت لكم جار فيه الخلاف الكثير وذكرت لكم كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومثله شهادته لا ترد في أهل هذا الشأن فقال لما تكلم عن تصوف أهله فقال هم كالناس منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله على أن فيهم أقواما انتسبوا إليهم وليسوا منهم يعني حتى ولأن هناك ما يسمى بالتصوف السني الذي هو على طريقة السلف على ما كان على طريقة الإمام الجنيد رحمه الله على ما كان على طريقة الصالحين الأوائل متقيدين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا له أعلام حتى هذا كان عليه شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم ومن قرأ في كتاب مدارج سليكني يعلم هذا جيدا فهناك جانب سني وهناك ما يسمى بالتصوف الفلسفي والإشراقي وهذا الذي دخلت منه كثير من الأباطيل من معاني الزندقة والإحاد نسأل الله السلامة والعافية وعلى كل حال احنا قلنا العبرة بالحقائق والمضامين وليس بالعناوين الناس كثيرا ما يدعون أشياء يخرفات وأباطل ولا أساس لها من الصحة قديما قال أحد علماء ليس التصوف لبس الثوب ترقعه ولا بكاؤك إذ غن المغنون ولا رقص ولا اضطراب نعم ولا اضطراب ولا رقص ولا طرب ولا صياح كأن قد صرت مجنون بل التصوف أن تصف بلا كدر وتلزم الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا لكن أرى والله تعالى أعلم دفعا للفتنة وللاجتباه هناك لفظة تزكية وهي لا مشاحة في الاصطلاح لكن لفظة تزكية لفظة قرآنية لا يختلف عليها إذا أردنا أن نروج هذا العلم هذه العلوم والمعارف النفيسة وقلت لكم الباب يحتاج إلى تهذيب وتسهيل وتقريب ومزيد تقييد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شكرا